في ديالة أعلن نائب مضر الكروي استحصال موافقة وزارتي الدفاع والمالية لصرف رواتب منتسبي صحوة ديالة بأثر رجعي لعام كامل وثمن الكروية جهود مقاتلية الصحة وتضحيتهم في الحفاظ على مناطقهم ومكافحة الإرهاب والجريمة مؤكداً استمرار متابعة جرائم عديدة والقبضة أو عفواً جميع الحقوق المتأخرة لمستحقها بعد متابعة لأشهر عديدة من أجل الصحصال الموافقات بصرف رواتب صحوات ابناء العراق في محافظة ديالة متابعة مستمرة زيارات متكررة لوزارة المالية لوزارة الدفاع عمليات ديالة الفرق الخامسة بالإضافة إلى الرقابة المالية يعني الحمد لله اليوم قيادة عمليات ديالة باشرت بتوزيع الرواتب الوجبة الأولى طبعاً راح تكون على شكل واجبات لعدة مناطق راح تشمل خان بني سعد والقرى والمناطق التابعة إلها بالإضافة إلى قضاء الخالص يعني يوم غد وناحية هبهب وأطرافها بالإضافة إلى قضاء بعقوبة والمقدادية وهبهب وبوهرس وجميع أبناء صحوات المسجلين والمنشورين على قيادة عمليات ديالة والفرق الخامسة ترجمة نانسي قنقر